تلتقي مجموعة من الحيوانات المفترسة على هذه الفريسة وكل قطيع يحاول الاستيلاء عليها مما جعل الصراع يتحول إلى معركة جماعية فيما بينهم لتفر مجموعة الأسود وتتكبد أثناء الفرار هجمات عنيفة اشتعل قتال عنيف دون أي سبب بين الدببة المتوحشة فكل واحد منهما هاجم الآخر بكل ما أوتي من قوة وفي النهاية انتصر الدب ذو اللون الرمادي ولقن الدب الأسود درسا قاسيا حاول هذا الفهد أن يصطاد صغير الجموس من أمام والدته فكانت والدة الجموس له بالمرصاد ليدخل معها في معركة شرسة لقنته فيها درسا قاسيا وأنقذت صغيرها في معركة دفاعية وأسطورية لحيوان الفيتل الذي يحاول الفرار من هجوم الفهد المفترس وعلى الرغم من أن سرعته بطيئة أمام سرعة الفهد إلا أنه صمد أمام هجماته وقدم أفضل ما لديه حتى استنفذ قوته وسقط فاريسة للفهد المفترس وقع هذا الضبع المفترس في معركة مصيرية ضد الكلاب البرية فأصبح في موقف لا يحسد عليه ليذوق شعور خوف الفريسة كما سبق وأن أذاق فرائسه مرارة الخوف يهاجم النمر البري الحمار الوحشي بكل كبرياء وغرور لتبدأ المعركة بينهما وأثناء المطاردة تعرض النمر البري لركلات عنيفة بقدمي الحمار الوحشي وما يزال يحاول الهجوم ولكن دون جدوى بردة فعل سريعة هاجمت السحلية على رأس هذا الثعبان ليرد عليها بالالتفاف حولها حتى أحكم قبضته عليها ظن هذا النمر أن فعل بالماء فاريسة يسهل استيادها فكان لفعل بالماء ردة فعل ومقاومة عنيفة خيب بها ظن النمر وأفشل هجومه دخل هذين الفأرين في معركة دامية وكل واحد منهما استخدم ضد خصمه كل ما يمتلكه من مهارات قتالية ملك الافتراس في معركة أسطورية وغير اعتيادية النمر في مواجهة الأسد الأبيض ليكون النصر في النهاية بالطبع حليف ملك الغادة هاجم الغوريلا صديقة ليشتعل بينهما قتال شرس وتصبح الحديقة ساحة معركة لهما لينتهي الصراع بفرار الغول المهاجم وقع هذا القرد في موقف مأساوي وظن أنه سيفقد حياته لا محالة بسبب هذا الفهد المفترس وفي لحظة غير متوقعة تشجع القرد وقفز نحو الشجرة المقابلة لينجو بحياته اغتارت هذه الذئاب بتفوقها العددي وظنت أن باستطاعتها استياد هذا الحيوان الشجاع لكن المفاجأة أن الحيوان واجه الذئاب وبكل شجاع حتى أفشل مخططهم وإلى هنا متابعين الكرام تنتهي حلقة اليوم فلا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والإعجاب بالفيديو ومتابعة الصفحة حتى يصلكم كل جديد